دي جزئية مهمة الجزئية الثالثة وبتكلم على تناول الإعلام لما يطرح بخصوص الأخبار المتدولة في مسألة خروج محمود متولي من معسكر منتخب مصر وطلب روي فيتوريا انضمام ياسر إبراهيم معلومة زي دي أو خبر زي ده لما حد يفكر فيه ألف به لازم يسأل المصدر يعني يروح للجهاز الفني للمنتخب أو يسأل الجهاز الفني للنادي الأهلي لكن يطلع البعض أو مش ناس كتير هو واحد أو اتنين مبارح يبدو أنه هو لما بيلاقي فيه أي حوارات جانبية خاصة بلعبة النادي الأهلي بيبعا يركب التريند وعايز يصدر أي أخبار سلبية من غير ما يسأل من غير ما يعرف الحقيقة سواء هو أو حتى الزملاء اللي موجودين معاه في طاقم الإعداد ولكن أنك تطلع تقول أن ياسر إبراهيم تهرب من صفوف منتخب مصر ده كلام فضل وكلام فارغ ده كلام أساسا ما ينفعش يتقال على أي شاشة ما فيش حاجة اسمها لعيف الأهلي تهرب أولا لا اللاعب هيعمل ده ولا النادي الأهلي هيسمح بده بس أنت لما تطرح موضوع زي ده وتتكلم فيه ما يقرب من حوالي نص ساعة لازم تكون عندك المعلومة يا إما ما تطلعش تتكلم وتم لهوا في كلام ما ينفعش يتقال على العيدة النادي الأهلي ولا يتقال على إدارة النادي الأهلي ولا على جهاز الكرة في النادي الأهلي أنت عندك معلومة أن محمود متولي لما انضم لصفوف المنتخب كان فيه برنامج خاص باللاعب اتقدم للجهاز الفني للمنتخب الوطني أن اللاعب ده في فترة مشاركته الأخيرة للست مباراة من بداية المسلم تم مرحه أجزاء معينة أو معدلات لياقة بدنية في فترات معينة وتم إرحته في الربع ساعة الأخيرة أو نص ساعة الأخيرة من المباراة الأخيرة أمام الداخلية ليه؟ لأن اللاعب جاي بعد إصارات طويلة فمحتاج تدريبات بدنية بحمل معين وبالتالي بعد توقف الدوري محمود متولي خد أجازة لمدة حوالي أربع أيام بعد الأجازة تم استدعاءه للمنتخب الوطني وجهاز المنتخب الوطني بقيادة رويف فيتوريا عنده ما يثبت أن فيه تقرير متقدم من الجهاز الفني للآله بخصوص حالة محمود متولي عشان المعدلات اللي يقع البدنية ودي مش حاجة غريبة بالمناسبة اللي بيكلم واللي بيقول التفاصيل دي أو بيقول معلومات غير صحيحة لو ركز على تدريب المنتخب الوطني فور انضمان محمد صلاح استحالة يلاقي محمد صلاح في أول مران للمنتخب داخل مران جماعة وتأسيمة جماعية ما بتحصلش ليه؟ لأن محمد صلاح وهو جاي من صفوف ليفربول لأول مران لمنتخب مصر بيبقى جاي معه برنامج بدني خاص بالتدريبات اللي خادها مع ليفربول قبل الانضمام للمنتخب ومعه البرنامج الغذائي اللي بيستمر عليه في النادي الإنجليزي قبل ما ينضم للمنتخب فنفس الأمر حصل في واقعة محمود متولي هل هو قال الكلام ده؟ لا طيب محمود متولي لأشعة التي أجراها بالأمس يمكن مش شد في العدلة الخلفية ممكن تقترب بين المزء بنسبة بسيطة فممكن غيابه مش هيبقى عشر تيام إسبوعين احنا ممكن نتكلم في شهر فأدي غياب لمحمود متولي لمدة شهر كان من الأفضل أن جهاز المنتخب يتعامل مع مسألة انضمام اللاعبين اللي جايين من راحة 3-4 أيام بمعدلات لقى بدنية تسمح أن اللاعبة لما تنزل المراني الأول ما تتعرضش لإصابة وده حصل مع محمود متولي طب تم استدعاء ياسر إبراهيم إيه اللي حصل؟ لأن البعض حاول يخدنا في سكة أن ياسر بيتهرب أو الأهل مش عايز يود ياسر المنتخب عشان اللي حصل مع محمود متولي إطلاقا روي فيتوريا أساسا موافق على الطرح اللي قاله النادي الأهلي لأن في التوقيت اللي الأهلي منح فيه أجازة للعيدة الأهل الدوليين كان اللاعبة اللي ما تمش اختيارها في المنتخب بتتمرن تدريبات صباحية بمعدلات لياقة بدنية لغاية لما وصلت للحمل العالي إمبارح يعني ياسر إبراهيم ما خدش أجازة من أول ما الدوري توقف وكان بيتمرن لغاية إمبارح ووصل إمبارح لأقصى معدل في اللياقة البدنية وده برنامج حطه مارسل لكولر وكولر لما بيحط برنامج بدني لللاعبين ما بيحطش لمدة يومين ثلاثة ده بيحط برنامج لمدة أسبوع واثنين لغاية مرحلة الأولى اللي هي لحاولة ثلاث مباراة في الدوري العام طيب ياسر إبراهيم وصل لأعلى معدل لللاقة البدنية إمبارح وعنده أجازة من النهاردة لغاية يوم الأسنين القادم فبالتالي لما ينضم للمنتخب والحمل البدني في المنتخب حاليا عالي لأنه مسافر وعنده مباراة دية مع بلجيكا إيه اللي كان ممكن يتعرض له ياسر إبراهيم؟ هيتعرض لإصابة ده شيء مؤكد بنسبة مليون في المية طبعاً الإصابة قضاء وقدر لكن أنت بتتعامل مع علم التدريب دلوقتي أصبح علم التخزية أصبحت علم فلازم تبقى عامل حسابة في كل هذه الخطوات تم التواصل ما بين جهاز الكرة في النادي الأهلي مع جهاز المنتخب الوطني بخصوص إصابة أو بخصوص تدريبات ياسر إبراهيم وأنه وصل لمعدل يقى بدنية عالي جداً ومحتاج راحة وبالتالي الجهاز المنتخب على طول وافق على الراحة واستدع لها بالاتحاد السكندري فين الأزمة؟ مفيش أزمة بس اللي عايز يعمل أزمة لازم يفتكس أي حوار عشان يعمل موضوع ليه؟ لأنه مش قادر يوصل للتفاصيل دي أنا بشكر بالمناسبة بعض الزملاء مبارح الإعلامين اللي طلعوا وتكلموا في الجزئية دي وشرحوها زي ما قلتها لكم بالضبط أنا ما جبتش كلام مثلاً بنفرد به ولا قلت حاجة محدش يعرف بالعكس اللي يتصل هنا أو هنا سواء في الأهل أو في المنتخب هيعرف التفاصيل دي بس البعض عشان مش قادر يوصل لمعلومة فعايز يكتهد بس لما تكتهد ما تقولش اتهامات لأنه هنا داخل في مرحلة صعبة ليه؟ لك بتتكلم على اللعيب دولي وبتتكلم على نادي كبير زي النادي الأهلي هل النادي الأهلي طلع يتكلم على إصابة محمود متولي؟ اطلاقت خلاص هيبقى فيه برنامج بعد كده وفيه تعامل معين في مسألة استدعاء اللاعبين في الفترات اللي جاية لما لعيب يجي من أجازة يخش التدريبات لازم يروح لك ببرنامج معين عشان يبدأ التدريبات عليه لما لعيب يجي لك من حمل بدن عالي لازم تنزل بالحمل البدن عشان ما يتعرضش الإصابة ده ألف به أنا مش بقول ده يعني حاجة جديدة اسألوا على موضوع محمد صلاح بيجي من تدريبات ليفربول أو بعد المباريات بيخش التدريبات المنتخب في أول يوم أو تاني يوم في الأجندة الدولية والله العظيم ما بيخش التدريبات الجمعية ولا تأسيمة جمعية بيبدأ جاري حوله الملعب وبياخد راحة في أول مران بصوا على المعسكرات مش معروي فيتوريا ده مع فيتوريا ومع الكابتن حسام البدري ومع كل المدربين اللي اشتغلوا معاه في الفترات السابقة ليه؟ لأن علم التدريب بيقول كده فبالتالي محدش أتمنى يعني محدش عشان يركب الترند والناس تتكلم عليه في السوشيال ميديا يهاجم الأهلي يقول معلومات غلط عن النادي الأهلي نفس الشخص اللي كان بيهاجم الأهلي مبارح في الواقعة دي أنا من سنتين ما سمعت له الصوت لما أتكلم لأوقات قضية ساعتها عدم انضمام رمضان صبح للمنتخب في ظل ما كان موجود ساعتها في الإمارات بيعمل سكاي دايفينج وما راحش وأقدم تقدم تقدير طبي ولا عمل أي حاجة وقتها محدش تلقى يتكلم خالص لكن الأمر مرتبط بالأهلي فامسك في العائبة الأهلي وامسك فيه النادي الأهلي مش هنسمح بداي طالما فيه معلومات مؤكدة نشرحها لحضراتنا